السلام عليكم معكم حسن من قناة تكستيكي الحين مباقينا لشم يوم عشان يتم الإعلان عن البيكسل 4 والبيكسل 4 XL وهذا الفيديو راح يوضح لنا الشغلات اللي نعرفها لحد الحين عن الجهازين هذولي طبعا مثل ما شفته وتابعته سواء على الانستغرام عندي او في القنوات الثانية او عند التقنين الثانين الجهاز تم تسريبه بشكل كبير او لجهزة الاثنين تم تسريبهم بشكل كبير لدرجة انه تقريبا شكلنا فكرة عامة عن الجهازين من ناحية التصميم و من ناحية المواصفات و من ناحية امكانيات اللي راح يقدمها البيكسل 4 وبلباكسل 4 XL البداية بالنسبة against التصميم التصميم مثل ما نشوف زجاج من الامام وزجاج من الخلف الهيكل راح يكون معدني لكن لون الهيكل راح يكون اسود يعني عندنا ثلاث العملي اثن الاسودER اللون الابيض واللون البرتغالي في كل الهيكل راح يكون لونه اسود ومن الخلف سيكون لدينا اللون اللي رح ييه في الجهاز من الأمام عندنا شاشة وفوق الشاشة في عندنا مكان للكاميرا الأمامية أو الكاميرتين الأماميتين وإيضا مكان السنسرات الخاصة في مشروع سولي الخاص في جوجل اللي هو يعتمد على الحركات والإيماءات اللي تقدر تستخدم فيها هالسنسرات هذه ومن الخلف نشوف التصميم العادي فقط في عندنا المربع اللي رح يحتوي على كاميرتين وممكن سنسر إضافي لكن الكاميرتين لحد الحين على حسب التسريبات العدسة الأساسية 12 ميجابيكسل اللي هي عدسة تصوير عادي والعدسة الثانية أو الكاميرا الثانية 12 و 16 ميجابيكسل اللي رح تكون تلفوتو اللي هي للتصوير التقريب أو للزوم بالنسبة للمواصفات فالمواصفات المتوقعة والتم تسريبها للجهازين أول شيء بالنسبة للبيكسل فور شاشة قياسة 5.7 إنش بوضوح في الـ HD بلس الشاشة من نوع OLED وترددها 90 هرتز المعالج رح يكون سناب دراجون 855 البطارية 2800 ميلا أمبير الذاكرة الداخلية 64 أو 222 جيجابايت مع رام 6 جيجابايت الكاميرتين مثل ما قلنا 12 ميجابيكسل و 16 ميجابيكسل بالنسبة لعادية وبالنسبة لتلفوتو عندنا سماعات ستيريو من الأمام ومن الأسفل وهني على حسب التسريبات الجهاز أو الجهازين اتنينهم ما رح يكون فيهم بصمة فرح يعتمدون فقط على ميزة فيس انلوك اللي هي التعرف على الوجه من خلال السنسرات الإضافية والكاميرات الموجودة على الجهازين أعلى الشاشة أما بالنسبة للبيكسل 4 XL فهل رح يتوى على نفس المعالج اللي هو سناب دراغن 855 نفس الرام 6 جيجابايت نفس الذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت طبعا بالنسبة حق النوع الذاكرة الداخلية من المفترض أن رح يكون UFS 3.0 بالنسبة حق النوع الرام رح يكون الفي دي دي آر 4X الشاشة رح يكون حجمها 6.3 إنش بوضوح QHD أيضا من نوع OLED وتردد رح يكون 90 هرتز البطارية عندنا 3700 ميلي أمبير ونفس الكاميرات من الخلف ونفس الكاميرات من الأمام هذا بالنسبة حق الشارات اللي نعرفها بالنسبة حق الهاردوير أما بالنسبة حق السوفتوير فالجهازين رح يشتغلون عن نظام الاندرويد 10 النظام هذا اليديد الأحدث الاصدار بالأحدث رح يكون فيه إضافات محددة فقط لأجهزة البكسل يعني مثلا الإضافات اللي رح تكون فيه برنامج الكاميرا برنامج الكاميرا مفروض رح يكون فيه تحديثات أيضا الإضافات الثانية الخاصة في السيكوريتي تشيب أو نواة السيكوريتي أو النواة الأمنية اللي راح تكون وجودة في الجهازين ممكن نشوف فيه شغلات أمنية أكثر أو مواصفات أو خصائص أمنية أكثر خاصة في فقط الجهازين الجهازين طبعا راح يدعمون الشحن اللاسلكي والشحن السريع وأيضا راح يكون فيه مقاومة للماء والغبر تقريبا هذه الشغلات اللي نعرفها وهذه الشغلات اللي شفناها من ناحية التسريبات فما بقى إلا ننطر نشوف فيه مؤتمرهم في 15 أكتوبر بالنسبة حق السعر وبالنسبة حق تأكيد لها المواصفات هذه وتأكيد هالتصميم وتأكيد بالنسبة حق الأداء اللي متوقعين من هالجزاء هذه شكرا جزيلا للمتابعة ويعطيكم العافية